شبيع السوريين بقرش قمو اخلاء شبيع المحليات وقنافل عبليوم الشمعة خطاب التحريض والكرهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان تفاقم من جديد بعد جريمة خطف وقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان ترافق ذلك مع أحداث أكثر خطورة تمثلت بالاعتداءات العشوائية على السوريين ودعوات لطردهم من أماكن سكنهم وعملهم وذلك بعدما أظهرت التحقيقات ضلوع أشخاص من الجنسية السورية بتنفيذ العملية بحسب وزارة الداخلية اللبنانية وطيرة الحملات ضد السوريين ارتفعت فور إعلان الجيش اللبناني الاثنين أن المخطوف قتل في أثناء محاولة من سماهم بالخاطفين سرقة سيارته وقد نقل جثته إلى سوريا وهو ما أوجد لجهات بعينها ذريعة للتعرض للسوريين بالضرب في الشوارع لسيما في مناطق داخل بيروت وجبيل نتيجة هذه الأوضاع أصدرت بلديات اللبنانية تعميمات بمنع تجول السوريين في أوقات محددة وعززت إجراءاتها لتأكد من أوراقهم بالتزامن مع تجديد وزارة الداخلية الدعوة إلى التقايد بتعاميمها فيما يخص تنظيم الوجود السوري دعية للتبليغ عما وصفتهم بغير الشرعيين بدوره نفى وزير الداخلية بسام مولوي وجود عمليات تحريض عنصرية ضد السوريين ودعا إلى إعادتهم إلى بلدهم نحن نقول أنه يجب إعادة السوريين إلى بلدهم أو أن يذهبوا إلى بلد آخر لأن لبنان ليس طرفا وهو لم يوقع على اتفاقية اللاجئين ولبنان لا يكون بلد لجوء إنما يكون لبنان بلد عبور من جانبه اعتبر حزب القوات اللبنانية رواية الجيش المقدمة بشأن مقتل باسكال سليمان غير مقنعة لافتان لأن عصابة تعمل ذراعا لفريق سياسي نفذت الجريمة في إشارة منه إلى ميليشيا حزب الله من قام بهذه الاعتداءات الهمجية واضح أنه يريد التغطية على فعلته باغتيال باسكال سليمان ويريد التغطية على سلاحه المرفوض من قبل اللبنانيين وبالتالي لحرف الأنظار عن الجريمة وحرف الأنظار عن الحرب التي يقوم بها مراقبون رأوا في بيان الجيش حول ملابسات ارتكاب جريمة قتل باسكال علامات استفهام كبيرة مؤكدين وجود دوافع سياسية وراءها لا سيما وأن حزب القوات اللبنانية أشار بوضوح إلى علاقة ميليشيا حزب الله بالجريمة من جانب آخر حذر آخرون من الانجرار خلف أهداف إذكاء الفتنة الطائفية وإدخال المجتمع اللبناني في صراعات وانقسامات داخلية للحصول على مكاسب شخصية على حساب دماء اللبنانيين والسوريين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر